السلام عليكم ورحمة الله وتبعتوا لي أسئلتكم واقتراحتكم ورأيكم في الحلقة بنتشرف بالأستاذ مصطفى عبد العظيم الباحث والخبير في الإدارة والاقتصاد وتنمية الموارد البشرية تحياتي الحضرية كيفان؟ موضوعنا مهم جدا هنتكلم عن البورصة وهنتكلم عن كل ما تريد أن تعرفه عن البورصة وسوء المال والأعمال أهلا بحضرتك وعايزين نبدأ مع بعض نتكلم عن البورصة ونعرف بعض الناس اللي ما يعرفوش معناها إيه أو إزاي يستفيدوا من البورصة أنا جاء حضرتك أولا عشان وعي الناس اللي مش فهم ما معنى البورصة معنى صح وإزاي يقولون حضرتك البورصة لها ناسة بمعنى صح بمعنى حضرتك الوقت بورصة مخصصة لجهات معينة لهم يعتبروا رجال الأعمال حضرتك المنشآت الشركات الوانسسات حضرتك اللي هي تخضع للبورصة أنا عايزة وعي المواطن اللي هو العادي اللي إزاي أقوله إزاي تستثمر في البورصة وإزاي تستثمر في البنك ومعنى صحة يعني أقوله حضرتك تستثمر في البنك لو أنت عندك مبلغ مثلا أليل أحاول أو عايزة مثلا فايدة كل شهر جيلك أحاول أن أنا أستثمر فين في البنك ومعنى صح لليك داخل شهري يعني معنى صح لليك داخل شهري فين في البنك إزاي تستعيني بالبنك ومعنى صح أنا بعيد أفهم من حضرتك لو هو تسرع واستثمر المبلغ أو الفلوس بتاعته في البورصة وتسرع في ده إيه الغلط اللي هيحصل أو الحاجة اللي هتضره إزاي مش فاهمين يعني عايزين نعرف النقطة إزاي أوجه أن يخسر أو يحس أنه هو ما كانش مفروض يعني استثمر في البورصة لا أوجه صح حضرتك أنا جاي عشان أوجه صح حضرتك أوجه صح دوقت حضرتك لو أنا مثلا عندي مبلغ ما بفرض أن أنا مثلا عندي مثلا مئة ألف جنيه وعاوز أسمرها صح بمعنى صح يعني أفضل أضطر أن أنا أعمل إيه أشوف هل المبلغ ده موجود اللي نحتكم كله على بعضيه بمعنى صح يعني طيب ليه بقى حضرتك لأن عرفنا البورصة لما إيه وبيختار أنه هو هيحط فلوس كلمنا عن الإجراءات أو الخطوات اللي بيكون مخير فيها أنه يتعامل مع البورصة وشكل التعامل إزاي حضرتك صح 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 جدا جدا بمعنى إيه هل المبلغ حضرتك اللي هو هيستثمره مثلا بفرضي مثلا مئة ألف جنيه هل المئة ألف جنيه مثلا حتدخله عائد شهري من البورصة ولا البنك هيدخله عائد شهري من البورصة مواصل بضرح نفسه أستاذ غادة لازم أن حضرتك اللي هو عنده مبلغ مثلا مئة ألف جنيه بأضطر أن أنا بأرجع للبنك حضرتك عشان بيدخله عائد شهري بفرض مثلا شهدات أو شهدات البريمو حضرتك بيدخله مدخل ليه والأسرة بتاعته البورصة هن يتخش فيها في مجال تاني بمعنى صح يعني بس أنا عايزة أوعي الناس بقول لهم إن لو أنتوا عندكم مبلغ وعايزين تستثمروه ومعنى صح يعني يعني ما ألجأش للبورصة لأن البورصة لها ناسها معنى صح يعني لها ناسها معنى صح يعني يعني تخص ناس معينة يتخص حضرتك اللي هي المصانع الكبرى بتخص الشركات بتخص المؤسسات ويتخص رجال الأعمال النمط الرجل كان مبتدأ يعني عنده مبلغ أليل وعايز يستثمره في البورصة ما ينفحش حضرتك لازما طب علم من الناس حضرتك قول لهم شكل الاستثمر بيبقى عامل إزاي والفرق بينه وبين البنك بالزبط فهيطح له إن هو يستفيد هل دوقتي حضرتك بوقتي أنا المبلغ ده البورصة حضرتك هديديني كل شهر حضرتك فايدة معينة ولا البنك حضرتك هديديني فايدة معينة حضرتك بوقتي هيجيلي داخل شهري يبقى اضطر إن أنا هلجأ لمن هلجأ حضرتك للبنك إنما البورصة حضرتك لها نظام تاني هل نتكلم فيها حضرتك حاليا ما هو ده إحنا عايزين نعرف البورصة زي إيه اللي بيحصل ويستفيد إزاي ما يشهد كله وإنت حضرتك وقت كده نخلص الجزء مثلا بتاع الناس اللي هم يعني ما هدوديني دخل شوي أنا مثلا عندي مبلغ حضرتك بعمل إيه بضطر إن أنا مثلا يعني على إشعاعات اللي بتطلع يعني يقول لك إيه إيه إشترك في البورصة أو يعني يسام في البورصة أو 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 بيحطوا ماله أو بيتصرع وياخدش القرار الصح طيب هل البورصة مثلا حضرتك وقت كده هتديني فايدة؟ طبعا هتديني فايدة لأننا لواحد داخلية بتاع البورصة حضرتك كل ستة شهور أنا هستنى حضرتك ستة شهور والمبلغ اللي معايا أصلا أولي لحضرتك إيه إضطر إن أنا حضرتك ألجأ لمن؟ ألجأ للي البنك عشان أجي لي عائد شهري ليه والأسرة بتاعتي ها بيتمثل في الفوائد آه في الفوائد بطلع نبجأ للبنك معايا إنما أني خش بقى العاز تخش فوق جزئية ويدع البورصة داخليا وخارجيا ومعنة البورصة وإزاي الناس أرضك ده بيتعمل في مرحلة معينة بالضبط في حياة المستثمر بالضبط وبيستثمر أو بتكبر تمام نخش في البورصة حضرتك نتكلم بقى عن تفاصيل بتخص البورصة السند والسندات والأسهم وبعض التفاصيل التانية اللي بتخص المضاربة والاستثمار يعني الناس بتختلطوا الأمور لما بيكونوا مش عارفين الفرق في المصطلح حظي تمام نخش بقى حضرتك في البورصة داخليا وخارجيا بقى كده حضرتك بيالجأ مثلا أنا راجل عندي مصنع أعزية مثلا بضطر إن أنا حضرتك مثلا عاوز أجيب خطوة إنتاج جديدة وأطور من المصنع حضرتك ببدأ حضرتك بعد كده بضطر هالجال مين أشوف البنك الأول بخش مثلا على البنك بالبنك طبعا إجراءاته طبعا طويلة شوية معنا صح وفي الآخر خالص أصلا أنا ببارسيش على البنك معنا صح بضطر إن أنا أي بلجأ اللي نبطه مثلا مفارد مليون دولار عشان أجيب مثلا خطوة إنتاج جديدة بضطر طبعا البنك ليه شروط معينة حضرتك محاسبين وعرفش إيه وبعنى قصص قصة طويلة إلى آخره معنا صح يعني ببدأ بعد كده حضرت بلجأ للطريق التانية بقى اللي هي البورصة بقى بلجأ بعد كده ألجأ إيه؟ ألجأ للبورصة للتعامل إزاي فاهمنا؟ يعني حد مش فاهم خلص في البورصة أنا إزاي أحطي فلوسي وبيتسمى إيه ده وإزاي أتابع اللي بيتحقق لي أو اللي أنا فيه مستهدف من الاستثمار في البورصة في حديثك حاجة اسمها الإكتتاب العام ايه هو الإكتتاب العام؟ جميل الإكتتاب العام اللي عبارة عن الأسهم والسندات بص لحضرتك الكلمة أسهم والسندات تمام ببدأني أكتتب هل الوقت كده؟ حضرتك حتى ممكن تبص للكاميرا وتكلم الناس كلهم وتوجههم وتوضح لهم التفاصيل اللي حضرتك بتقولها الوقت ماشي تمام ماشي أنا بوجه للناس كلها بقول لهم رماعة لو أنت حضرتك عندك مصنع كبير بمعنى صح وعاوز تستثمر صحة بمعنى صح يعني لازم أن حضرتك هتلجأ للبورصة بنابة عن البنك لأن البنك حضرتك بطلب منك حاجات دراسة جدوى بطلب منك محامين استشارين وبدرسوا أصلا المنشاة نفسها أو الشركة نفسها بمعنى صح وبعدين بعد كده البنك بيضطر أنه هو ما يتفوش مع بعضهم اللي تنم مع بعضهم بأضطر أننا حضرتك بلجأ لإيه؟ بلجأ للبورصة حضرتك تمام هتفضل يكملي تمام معانا اتصال معانا أحمد من القاهرة تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هو أنا بس بأموني سؤال بس بصفة بس أهلا بيك أحمد ممكن تقول لي تعرفني بنفسك أنت منين أنا أحمد من مصدر القاهرة آه تمام أهلا بيك آآ آآ اتفضل حضرتك آآ آآ عايزت تسأل عن إيه أو تتكلم في إيه؟ آآ آآ أنا حابب أعرف بس آآ أنا لو معي مبلغ مالي تمام؟ وآآ حابب أبدأ في يعني أبدأ بالمبلغ ده في البورصة بدون ما أنه إيه يعني أنا أتجنب الخسارة أو إيه الخطة اللي أنا مفروض أمشي عليها لو معي مبلغ مالي معين عايز أدخل بيه البورصة تمام؟ تمام بس آآ عايز أعرف كده إن شاء الله وأشوف إيه إيه المطلوب عايز تعرف آآ الخطوات أو الإجراءات اللي أنت بتتبهها علشان آآ تقدر تكون آآ حقات ده؟ آآ آآ كده أنا أنا عايز أشوف الخطوات أو أعرف الخطوات لأنا يعني يلزمني أمشي عليها لو أنا حبيت أدخل مجال البورصة أقضك تبدأ من فين يعني؟ طيب أستاذ مصطفى أستاذ أحمد بيقول لحضرتك يعني السؤال ده أنا معي مبلغ وعايز أبدأ منين علشان أو أسأل إيه أو أروح فين علشان أعمل أستثمر المبلغ بتاعي في البورصة هل هو المبلغ بتاعه يخصه هو شخصيا؟ بمعنى صح يعني؟ يخص هو شخصيا؟ هو مع التليفون؟ ألو؟ أه آآ أنت معي أحمد؟ أنت معي؟ آآ معي هل؟ هل؟ أسمع أستاذ مصطفى التواصل معي؟ هل المبلغ ده يخصك أنت؟ يعني معنى صح يعني أنا أسف اللفظ يعني تحوشت عمرك بمعنى صح؟ بالفعل صحيح طيب يعني تحوشت عمري وعايز أبدأ فيه بالمبلغ ده في البورصة وإنت حضرتك عايز أستثمر المبلغ ده؟ هو مترد التواصل ولا أنا شاه؟ آآ عايز أستمره صح؟ هل حضرتك دلوقتي كده عايز فايدة أخر الشاه؟ ولا عايزه ومغرد هاتي يعني بعد الأسهم ما تطرح بعد كده في الليل أنت هاتيخش في السام الثاني؟ لا، حضرتك أنا عايز يعني أنا عايز أستثمر المبلغ يعني ككل يعني أنت عايز فايدة شاهلية؟ بالفعل صحيح طيب حضرتك ليه ما تلجأش للبنك حضرتك وتفتح شهادات في البنك حضرتك؟ وجيلك عائد شهري وراء السمالك زي ما هو؟ لا، لا، أنا حابب إن أنا يعني هو عايز ياخد التجربة صحي أحمد؟ آآ بالفعل عايز أخد التجربة آآ آآ للاستثمار آآ آآ ماشي حضرتك تمام ماشي كده خلص ماشي طيب آآ آآ أحمد اسمع الأستاذ مصطفى هيوضح آآ آآ اللي انت عايز تعرفه تفضل هو أتكلم في نقطة حلوة بس أنا كنت عايز أدده أوجه صحي بصراحة يعني بس هو كده طيب ما عايز يخد التجربة آآ آآ يبقى هو أعتبر هو يعني شايف ده نوع من أنواع سواء خسر أو كسب حاب ترجع لهو بقى مع نفسه طيب حضرتك تنصحه بإيه؟ هو قرر أنه عايز يبدأ تقوله ابدأ ادده أنا بكتل له بقول له بقول له لو أنت عايز بقول له سبع أنا بقول له بقول له يعني مفيش دخل تاني اللي هو المبلغ ده اللي موجود معه حاليا آآ تمام أنا كنت عايز أوجه صح أقول له إيه؟ أقول له حضرتك دلوقتي كده طالما عايز دخل سابت ليك شهري ليك ومثلا ليك يقول لولادك يبقى حضرتك افتح شهدات هيجيلك عائد شهري ورأس المال من المبلغ بتاعك موجود زي ما هو إنما لو هيخده التجربة بقى ويخدش في البورصة هيخدش ايه؟ هيخدش في نظام تاني نحب إن كلا موقع حضرتك في حاجات البورصة حضرتك وضح له أكتر الفرق مثلا بين شكل التعامل إيه السندات والـ التعامل اللي حد يعني حضرتك وضح له إيه اللي بيبقى مخير فيه في طريق التعامل ولو كله شكل واحد dim تقيمه التعامل يا أستاذة غادة تختلف حضرتك طا يعني عن البانك يعني البورصة البورصة دهه عالم تاني حضرتك الناس أفهم البورصة دي معنى منظومة إن كل الناس بتخش البورصة مجرد إه؟ حد مع مبلغ يقول لك البورصة النهار ده رفعت اثنائج رفعت مثلا كم رفعت التدفق بتاحة مثلا وصل 100% طب هل هو دوقتي هو قسم حضرتك ده نجرد اركاب حضرتك تمام طب احنا لسه برضو عايدين نفهم الناس نفهمهم يعني احنا دوقتي شايفين التعامل مع البورصة التعامل مع البورصة لا احنا عايزين نتعامل ازاي انا هبدأ دوقتي ايه اللي انا مخيرة فيه سواء انا بشتري اه اسهم او انا اه بشتغل على النقطة تانية السندات طب ده ايه فرق بين ده وده عايزين نعرف في الناس لان كل حد من اللي يسمعنا ممكن يكون متاح بالنسباله اه او الافضل بالنسباله اه يعني طريق التعامل معينة تمام هنخش في البورصة بقى اه ده اللي بنقوله اه طفض بكل محتويتها وكل معنى صح انا راجل صاحب مصنع حالية بفرض مصنع احزية الوقت كده محتاج انا مثلا مليون دولار باضطر حضرتك ان انا ملجأ ليه للبورصة عشان اطرح ايه حضرتك ايه اطرح الاسهم بتاعتي هطرح كم مثلا بفرض انا مثلا اطرح 50% من ايه من الاسهم بتاع المصطع بتاعي او بتاع الشركة بتاعتي بمعنى صح بطرح حضرتك ايه الاخمسين يبقى انا حضرتك كنت بتحكم في كم في مية بتحكم حاليا ديبت في كم في خمسين لان اطرح تقفين في البورصة مكبر مثلا مليون دولار تمام معايا كده بيجي بعد كده حضرتك بيها بعد ما اطرح حضرتك بيجي ايه اه المستثمر بدأت شغلان البورصة تبدأ تتعامل مع نفسها بلجأ لحضرتك حاجة اسمها ايه شركة او الشركة الوسطة بمعنى صح بتددر الشركة الوسطة دي بقى بتاخد دور كامل بفيه طبعا شركات مجازمة موجودة اصلا في مصر معنى صح مخصصة للحاجات دي بالزاد بروح مثلا ع الشركة دي باسأل عليها هل هي سمعتها حلوة معنى صح يعني باخد عنها يعني تفاصيل معينة يعني هل شركة معنى صح يعني شركة مش نصطب يعني معنى صح يعني شركة مثلا محترمة شركة جديدة يعني بس بتخضع للبورسة نفسها بعمل مع حضرتك ايه عاد بمضي مع شركة الوسطة دي عاد او اتفاق بيني وبين شركة الوسطة تمام بعد كده بقديه رقم الهوية اللي هي البطاقة ممكن نستأذن حضرتك ممكن نقف بس عند النقطة دي ونستكمل مع بعض معنات الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معاكم؟ ساقرتها اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك المبلغ اللي انتهى حضرتك اللي انتهى بستثمره الاست leaving the bank and bank البرصة اه البنك حضرتك يا الساة بيدي عائد شهري وانت حضرتك عايزي عائز شهري انما البورصة حضرتك م lifetime give C انت بتستنى حضرتك لما حضرتك ايهPER بيطرحوا الاسهم في البورصة او يعني مش بنس الشهر لا Nie際 maar لازمة لحضرتك انت عايزي شهري هيتدخل لك مما تخليك لك يعني. تمام. انما البرصة حضرتك بتستنى سلطة الشهر حضرتك عبال اما الشركة بتويتك التانين يبيعوا جميع الاسم بتاعته. في الحالة الزديدة تكسب حضرتك. ايوان. انما البنكة حضرتك كل شهر بتاخد فايدة والرأس المال بتاع حضرتك سابت زي ما هو. سابت زي ما هو. اه زي ما هو. في اي سلطان ولا حاجة? لا. شكرا شكرا جدا لحضرتك وشكرا الويس اذا غير ذي م یہ بتاع تملنا نماذج زي. تمام اه طيب بنشكرك اه وبنكمل كلامنا حضرتك كده وضحت النقطة دي بشكل اه. تمام بقى تمام. ممكن نعرف بقى الفرق بين الاستثمار والمضاربة. انا حضرتك احنا هنتك حضرتك ما كملناش موضوع اللي بيحصل كطة بالنسبة للبرصة. تمام. حضرتك وقت كده اللي بulated البرصة حضرتك لزيمة نشرح البرصة بايه تفاصيلها كلها انا دوقتي حضرتك عرضت خمسين من في المية من الاسم بتاع ايه بتاع المصنع عشان هجيب خطوط انتاج جديدة باضطر حضرتك بروح لشركة الوساطة شركة الوساطة دي حضرتك عبارة عن همزة وصل بين البيع وبين المشترى حضرتك باضطر ان انا حضرتك اعمل عقدي معهم واتفاق يعني بينهم مع بعضهم بمعنى صح يعني قبل بداية التجربة اصلا اه دا دي البداية انا لسه ما لاخدتش في البورصة درها ايه باي شركة الوساطة درها ايه في العملية الاستثمارية بقى بتاعتك كلها حضرتك انا افهمك هي يعتبر المحور نفسه او يعتبر هي همزة الوسط بين البايع وبين المشتري جميل جدا دا التعريف بروح لشركة الوساطة بقى منض معها عاد ومجرد بحاجة اسمها الهوية او البطاقة لو مكيم هنا حضرتك يبقى جواز السفر بقى منض معها اعودتك لعالله خلاص كده مهمتي انا انتهت مهمة بقى البورصة يا حضرتك يقول له مثلا انا عايز اشتري ابي اطرح اللواء الخمسين سه في البورصة مثلا حتى لو بسعر مثلا السهل بمية جنيه بابدأ حضرتك انا بطرح ايه فين في البورصة اللي هي الاسم بداحتي بخش ان المستثمرين حضرتك ايه زي الشباب والناس اللي تبقى من فئة المجتمع من فئة المجتمع مشترضش ايه عن ناس معينة ايه يعني انا بطرح بطرح واللي بيشير وناس بتشتري الاسم اه بيشير انا اقول للمطلوبة استاذة غدر انني مطلوب مني مليون دولار بفرض يعني مليون انا عايز اعلمي المليون دولار بيخش فلان بيخش تركان بالنسبة للخصران والمكسب ده بيعود ايه على المشتري الاسهم هو بالنسبة لان اقول لك البورصة طرح يعني ارتفعت معايا يعني مثلا حقت مثلا مؤشر بتاعها مثلا حق مثلا ايه مثلا اقولي 17 مليار حق مثلا اليوم اللي بعديه 3 مليار مثلا مكسب ويرجع بعد كده اقول لك البورصة مثلا ايه نزلت تضعت كل ده حضرتك يا سازة غدر حاجات ارقام بس ازاي بقى حضرتك انا كمسلا كطارح مثلا 50 سهم بتجيلي الفلس ازاي حضرتك انا بعد كده بقى اعمل ايه مع شركة الوسطة اللي اقولت لها علي حضرتك بقى حضرتك عامل ايه واضطر ان انا اللي انا حضرتك بقى اعمل ايه واضطر ان انا المبلغ اللي هو اللي طارحه هيجيني بقى حضرتك هو ديجي مسلا سازة غدر تخش انا دي خش فلان عيل لان بيخش بالم المليون دولار بتاعوش ايه تمام بس عايزة ادخل في موضوع بيع الاسهم بقى البيع والشراء او المضربة والاستثمار المضربة اه ده المضربة حضرتك حاجة اسمها المضربة مضربة في السوق بمعنى صح يعني كنت كنت السهم بدل ما بمئة جنيه باكتر ان انا برفع مثلا بمئة وعشرين جنيه دي اسمها المضربة مضربة في السوق ايه او التفاوض مثلا بمعنى صح ازاي انا بتفاوض مع مثلا المستثمر يعني انا اخد السهم مثلا بكم بمئة جنيه باكتر مثلا عازة خليه بسبعين جنيه مثلا طب هل دي خسرالية ولا مش خسرالية اللي كل في الموضوع كل أستاذة غادة عازة فيها من حضرتك انه هو كله اللي هي شركة الوساطة هي اللي بتتحكم فين تتحكم فيها وفي المشترى حضرتك فيه سؤالت انا حضرتك تمام لا انا بتكلم على تعريف الفرق بين الاسهم والسندات بشكل علمي حضرتك وضح للناس ايه الفرق بين انه هو بيشتري اسهم او سندات ماieg على انها ہے ايه الفرق بين الاس تنيه الاسهم حضرتك dedicليه ملك الشركة المشتري حضرتك؛ يعتبر كرد زايا البتاحته حسب الزوادة او العاجز او الزادة او معانا اصلى صحيح عم تمام وبالنسبه للسندات السندات يعتبر هي حضرتك كمانا اقول انها كرد حضرتك السندات ملك الشركة نفسها سندات ملك الشركة نفسها تبقى زي كرد ها-زي كرد زايا البتاحته عم يعني زي مسلا الاسه بمية جنيه رفع لمية وعشرين يبقى ذكر زائد الفايدة التحته الفايدة تقمسا اتنين في المية تلاتة في المية اربعة في المية حسب ايه حسب البرصة فتطلع وبتنزل حسب معاملين تمام طيب وبالنسبة لشركة الوساطة تقدر تقدم لي ايه شركة الوساطة لو انا اخترت اختيار جيد في اختيار الشركة دي فلزبك من محل ثقة شركة الوساطة دي محل ثقة لان انا بسيب لها نفسي بمعنى ايه عشان برضو الاسادة اللي يسمعونها يفهموا عشان نستدر المشاهدين برضو شركة الوساطة دي بمعنى صح هي اللي بتتحكم فيها مشان اللي بتتحكم فيها انا مجرد بمضي معاها عقد معايا بمضي معاها عقد واسيب فلوسي تمام تمام وهم لهم بنوك مخصصة شركة الوساطة بحط المبلغ حضرتك اللي هما الخمسين سهم اللي اطرحوا من المؤسسة بتاعتين فاضطر ان انا بتوحهم بس ايه كتلفونيا ولي سعر السهم يطلع سعر السهم ينزل يبا هما اللي متحكمين فيها مش هاي مش هاي اللي متحكم فيهم معايا حضرتك باضطر انا بعد كده حضرتك انا بتابع ولي كنت السهم مثلا ان ايه رفعت ببعايا علمي بيها وكل طرح شهر حضرتك بطلب منهم كشف حساب حضرتك وبعرف ايه سعر البورصة طلع او نزل بمعنا الصحة تفضل طبعا الكلام في منتقى الجمال واحنا حابين نعرف كمان اكتر عن تفاصيل تهمنا في مستقبل العمل وفي حياة الشباب وعلى العموم طبعا حضرتك وعدنا باللقاءات كتير نتكلم اكتر في الشأن ده وكلامنا عن الشباب مش هيكون له نهاية طبعا وربنا يوفق كل حد بيجتهد وبيسعى لان يكون افضل وانه يطور من نفسه ومن مكانته او في مجاله دلوقتي انا عايزة حضرتك في النهاية كلمة كده للشباب نصائح انت هتتعامل مع البورصة خلي بالك من واحد اتنين تلاتة كده يعني حد من الشباب اللي يسمعنا هيبدأ يتعامل مع البورصة او يتعامل تنصحوا بايه خلي بالك من واحد اتنين تلاتة كده لا باللسبة للشباب مش من اول مرة يتعامل مع البورص البورصة حضرتك لا هي ناسها تمام عشان يكون صراحا برضو ليه هو تمام اتعامل ما تتعامل ما تتعاملش مع البورصة اه تمام مش بسير للبورصة لا طالما حضرتك انت عاوز دخل شهري لك يبقى لازم انتتعامل مع البنك تلقائيا تمام حسب المبلغ اللي انت موجود معك وتدرس الموضوع اه وتبدأ ان انت اه اه تقوم بالعمل او اه علشان تحقق المستهدف بتاعك اه انا بشكر حضرتك جدا وتشرفت بجودك معي وانا سعيد جدا 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 بس انا بصراحة انا عايزين اه يعني كنا عايزين نوعي الشاب اكتر من كده لان الوقت يعني قد ادعى وانا الوقت دايما بيجري بسرعة وان شاء الله نلتقي بحضرتك في لقاءات اخرى ونستكمل حوارنا اه اعزائي مشاهدي قناة صح والجمال وبرنامجي لقاء حاصي مع جدا كرامة اكون سعيدة بمتابعتكم ومشاركتكم ابعتولي رأيكم وكل تساؤلاتكم المختلفة علشان نقدم كل ما يطلبه المشاهدون وتواصله معي على صفحاتي وتمنياتي يا رب بتوفيق للجميع ونقدم كل حاجة بتشارك في عملية البناء والتنمية ونكون سعداء ان احنا بنقوم بدور جميل وبيضيف للناس شكرا جزيلا والى اللقاء اشتركوا في القناة